عذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عفاجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحا صالحا لأن لهم أجرا حسنا باكثين فيه أبدا ويهدر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من نفوائهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم آثارهم من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على العرض زينة لها لنبلوه لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حصبت أن أصحاب القهف والرقيم والرقيم كانوا من عياتنا عجبا إذ عمل فتية إلى القهف فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذارهم في القهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق لإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض والأرض لن ندعو من دونه إلها إلها لقد قلنا إذا مشططا هؤلاء كون اتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسرطان بيّ فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم وما يعددون إلا الله إلا الله مفقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رفقا وترى الشمس إذا قلعت تزابر أن كهفهم ذات اليمين ذات اليمين وإذا غربت أقرطهم ذات الشمال ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يغذر فلن تجدنا وليا مرشدا وتحسبهم ميطالا وهم ربود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلهم باصل ذرارين بالوسيد لبتلعت عليهم لبليت منهم فرارا فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعدناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبتهم قالوا لبتنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم معلم بما لبتهم فابعثوا أحدكم ببرقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزقى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا عبدا وكذلك عذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم من دنيانا ربهم معلم بهم قال الذين غنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابئهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل رب يعلم بعدتهم ما يعلمهم من لا قليل فلا تهار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل للك ودا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي ربي لأقرب من هذا رشادا ولبزوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا بسعا قل الله أعلم بما لبزوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه ولا يشرب في حكمه أحدا واطلبا أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والعشي يريدون وجأه ولا تعد أين تألهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أقفلنا قلبا وانذكرنا واتباع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكثر إنا اعتدنا للظالمين نارا نارا نحاة بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إن تلمه ليشفى الغجوح بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع إنا لا نضيع أجر من نحسن عملا أولئك لهم جناد عدل تجري من تحتهم الأنهار أنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب من ذهب ويلبزون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق المتكين فيها على الأرائك نعم الزباب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين جنتين من نعنام وحففناهما بمخل وجعلنا بينهما ذرعا كلها الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحافره وهو يحافره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هادي أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحافره أكفرت بالذي بالذي خلتك من تراب ثم من نطفة ثم سوأك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرت لربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى لأنا قل منك مالا وبلدا فعسى ربي أن يهتيني خيرا من جنتك من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حستانا من السماء فتصبح صعيدا زلاقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا ووحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق على ما أنفق فيها وهي خابية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فعة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا دنيا كماء عنزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات الأرض نبات الأرض فأصبح حشيما تدروض الرياع وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك عند ربك ثباب وخير أملا ويوم نصير الجبال وترى الأرض بارزا بارزتهم وحشرناهم فلم نظامر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أفن مرا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وأضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا بيلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصارا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونا ودرية أولياء من دوني من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورعى المجرمون النار فظنوا أنهم مباقعوها ولم يجدوا أنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأبنين سنة الأبنين أو يأتيهم الأذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحنوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض أرهى ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفكموه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الوثور للرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم اللذاب بل لهم موعد من يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قالوا سالفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حدهما فاتخذ سبيله في البحر سربا لما جاب زاء قال لفتاه آتنا هداءنا لقد نقينا من سفرنا هذا نفربا قال أريت إذ أبينا إلى السخرة فإني نسيت الحود وما أنسانه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصفا فبجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسعي لي أن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانتلقا حتى إذا ركبا في السفيلة خرقها قال أخرقتنا لتغرق أهلنا لقد جئت شيئا إمرا قال قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذ بما نسيت ولا ترهبني من أمري عسرا قال فانتلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لما قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن فعلتك أن شيء بعدنا فلا تساحبني فاتبلغت من لدني عدرا قال فانتلقا حتى إذا سيأهل قرية استطعما أهلنا أهلنا فأبعوا أن يغيفوهما فوجدا فوجدا فيها جدار يريد أن ينقضن فأقامه قال لو شعت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبيك بتهديل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر في البحر فعرضت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه منين فخشينا أن يرهدهما تغيانا وكثرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فعرض ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته أن أمري ذلك تعبيل ما لم تستع عليه صبرا ويسألون كأنز القرنين كن سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبابا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدنا تغرب في عين حمئة ومجد عندنا قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من طلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه أدابا نكرا وأما من آمن وعبل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدنا تتلو على قوه على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد غحتنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السبين وجد من دونهما قوما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة قوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نالا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهرونه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذتاء وكان وعد ربي حقا وترأنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عروا الذين كانت عينهم في غطاء الذكر وكانوا لا يستطيعون السمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل صعيرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحذنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يضرون أنهى حبلا قل لو كان البحر ندادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي فلمات ربي ولو جنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم بلاه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين